الحياة الزوجية السعيدة تبنى على كلمتين ينتج عنهما حرفين فأما الكلمة الأولى فهي اهتمام وأما الكلمة الثانية فهي احترام وأما الحرفان الناتجان عن الكلمتين فهما الحاء والباء يعني حب تابعونا وأكمل حالة الإنسان صدق وأجمل وصفه حاء وباء الحمد لله الرحيم الودود القائل وهو عز من قائل ومن آياته أن صلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة القائل استوصوا بالنساء خيرا أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نصائح بئية في الحياة الزوجية تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأساليب والسبل الصحيحة لمعاملة الزوج لزوجته وذكرنا أمثلة عملية لإظهار أوجو الحب والمودة من الزوج لزوجته ولكن في ديننا الحنيف يترتب على كل من الزوج والزوجة حقوق وواجبات فللزوج أيضا حق على زوجته وهذا ما سيكون حديث عنه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة أيها الحبة الكرام إن أول حق من حقوق الأزواج على الزوجات هو المساندة والدعم من طرف الزوجة فالزوج يبذل من الجغد الكثير محاولا تأمين العيش الحلال خارج المنزل ليسرته وأولاده وهو يرى الزوجة على أنها شركة حياته وصديقة دربه ولسيما مع وجود عقد مقدس يأتي مصدر قدسيته من الشرع الكريم ألا وهو عقد النكاح فربما ارتكبوا بعض الإخوة المتزوجين أخطاء أو قد يقعون في زلات صادرة عن تقلبات مزاجية بسبب الضغوط في العمل مثلا فلا ينبغي للزوجة أن تبالغ في ردة فعلها لكي لا يؤدي هذا الأمر لنشوب خلافات أكبر لا قدر الله تعالى وعلى الرغم من المصاعب التي قد يواجه الأزواج في خارج المنزل فكثير من الزوجات في زمننا هذا لا يقوم بتقدير ما يبذلغ الرجل من كد وتعب من أجل أسرته بل وقد ينكر بعضهن أفضال الزوج وجهوده على البيت والأسرة وقد حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر فعلى سيدنا أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير فمن بغي على الزوجة أن تظهر شيئا من التقدير والاحترام والشكر لما يقوم به الزوج من أجل أهل بيته فلا ضير أبدا من كلمة شكر وتقدير مدفوعة من أمواج العطف والنين من قبل الزوجة لزوجها بعد أن أنضى ساعات وساعات من كد وتعب في عمله ومن أبهى صور إظهار الحب والتقدير للزوج هو الهدية فتعد الهدية بسيطة بظاهرها ولكنها كبيرة بأثرها الطيب على الزوج فهي من طرق تعبير المرء عن وده للطرف الآخر ونسيما للزوج فالهدية سبب من أسباب حلول السعادة على قلب الزوج فيشعر بأنه ذو موضع اهتمام وتقديرا عند زوجته فيفتح بهذا للد أبواب وأبواب وتزيد رابطة الزوجية المباركة بين الزوجين متانة واستقامة في الختام إخوة المشاهدين إن الاهتمام والمساندة والتقدير للزوج هو أساس من أساسات إظهار المحبة والمودة فالزوجة الصالحة هي التي تسعى للحفاظ على استقرار وهدوء بيتها من خلال عدم التفريط بحقوقها وحقوق زوجها وبهذا عزيزي الكارم نخطب حلقتنا ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر